أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد جايز تكون سمعت الجملة دي في الدورات الأولمبية الأخيرة لكن الحقيقة إن عدد اللاعبين المصريين بيزيد فعلاً كل دورة عن اللي قبلها أولمبياد توكيو بتتكون من 33 رياضة مختلفة مصر دخلت تصفيات 29 منهم وتأهلت في 23 رياضة وبتشارك ب134 لعب ولاعبة وهو العدد الأكبر في تاريخ مصر زي كل دورة أولمبية أهم ما يشغل المتابعة المصري هو هنحقق كم ميدالية والحقيقة إن المرة دي عندنا عدد لا بأس بيه من اللاعبين يقدروا يحققوا ميداليات لكن ده بنسب متفاودة إزاي؟ فوز لعبين مصريين بميدالية أولمبية هيعتمد على أكتر من حاجة أبرزها الأرعى في الألعاب القتالية بالإضافة للتوفيق خلال المشاركة فقدت مصر حصوصها في ميداليتين شبه مضمونين عن طريق محمد إيهاب وصارة سمير بعد إيقاف مصر في رفع الأثقال لمدة سنتين بسبب قضية المنشطات لكن جت لعبة الكاراتي وكانت تعويض لغياب مصر عن رفع الأثقال خصوصا مع تميز مصر في اللعبة دي مصر حتشارك بخمس لعبين في الكاراتي لكن المرشحين الأبرز هم علي الصاوي والجانة فاروق خاصة أن الثنائي تأهل عن طريق التصنيف العالمي بيشارك مع البعثة الحالية اتنين بس من اللي سبق لهم التتويج بميداليات أولمبية وهم علاء أبو القاسم صاحب في ضيط سلاح الشيش في 2012 وهدايا ملاك لما حققت برونزية التايكوندو في 2016 ويفضل الثنائي مرشح لحصد ميداليا جديدة لسبب خبراتهم رغم صعوبة الطريق ده فمثلا هدايا ملاك غيرت وزنها من 57 إلى 67 وتغير منافسيها كمان يعتبر سيف عيسى من أبرز اللاعبين في التايكوندو في الفترة الأخيرة بتشارك كمان فريدة عثمان صاحبة برونزية بطولة العالم في السباحة 2019 لكن ده كان في 50 متر فراشة وهي مش منافسة أولمبية لكن تفضل الأمال على فريدة عثمان في منافستي 100 متر فراشة و50 حرة ومن ضمن أبرز أسماء البعثة عبد الرحمن عرابي صاحب التصنيف الرابع أولمبيا وده بيأكد أن منافس قوي على ميداليا عندنا كمان عزمي محلبة بطل العالم في الرماية 2021 وحيكون عنده منافسة قوية لكن من المرشحين لحصد الميداليا وفي المصرعة هتكون مصر قادرة على المنافسة ويمكن تكون قريبة من تحقيق ميداليا عن طريق عبد اللطيف منع ومحمد إبراهيم كيشو وسامر حمزة في السيدات كمان عندنا أحمد الجندي بطل الخماس الحديث واللي حقق برونزية بطولة العالم الأخيرة واللي تلعبت قبل شهر من الأولمبياد لكن رغم كده حيواجه منافسة قوية جدا وفي ألعاب القوة حنشهد عودة بطلنا لهاب عبد الرحمن في رمي الرمح واللي حيكون منافس قوي في الأولمبياد وكمان مصطفى الجمل في رمي المطرقة ورغم أن لعبة الفروسية عمرها مكانت مرشحة لحصد ميداليا أولمبية لكن تقلق الثلاثي نائل نصار وعبد القدر سعيد ومحمد طهر زيادة مؤخرا وتحقيق إنجازات عالمية يخلينا مترقبين إنجاز جديد وبعيدا عن الألعاب الفردية فبتشارك مصر بكرة القدم وكرة اليد في الألعاب الجماعية ورغم صعوبة المجموعتين في اللعبتين لكن تفضل الأمال موجودة لتحقيق المفاجة لكن هل كل اللي اسمه تقال مرشح قوي؟ الحقيقة إن شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية شدد إن فيه أكتر من عشرين اسم بارز يقدروا ينفسوا على ميداليا لكن مش المتوقع إن كلهم يحققوا ميداليات والتوقع إن مصر تحقق ثلاث أو أربع ميداليات رغم الحلم بتحقيق ما هو أكثر من ذلك لأن حظوظ كل اللعبين دي هتعتمد بشكل أكبر على القرعة لما تتعمل بما إن أغلبها منافسات قتلية مش ألعب زمانية ترجمة نانسي قنقر